هنا فضت شيخ أسئلة الزكاة تكثر في هذا الشهر الكريم كون الناس يعني اعتادوا أن يوقتوا لها أو يجعلوها حولاً لأموالهم الزكوية وريان يسأل عن مكافأة مدرسية قد جمعت لمدة سبع سنوات ولم يزكيها صاحبها لم يذكر السبب في ذلك توجيهكم لمن يعني يبقي مالاً دون أن يسأل عنه أو أن يزكيه ظن منه أنه مثلاً في المكافآت أو في بعض الأموال أو في أموال الأيتام أن الزكاة لا تجي فيها أما بالنسبة لهذه المكافآت التي سأل عنها السائل فهي بمثابة المرتبات التي تصل إلى الإنسان فيقال كل مرتب أو كل مكافأة دار عليها الحول تجيب عليها الزكاة بلغت نصاب نعم وبلغت النصاب الغالب أن الناس أحياناً ربما دخل الراتب في حشابه والراتب الثاني والثالث ويأخذ أحياناً من هذا الحشاب بعض المبالغ لكن لا يدري من أيها أخذ فأقول الأحسن للإنسان أن الحول إذا دار على الراتب الأول أو المكافأة الأولى مر عليها سنة فإنه يزكي المال كله الموجود في الحساب فما دار عليه الحول زكاه في وقته وما لم يدر عليه الحول قدمه وعجله وهذا لا بأس به فأقول ما دم أن هذه المكافأة جلست سبع سنوات فعليه أن يزكي لسبع سنوات أن يزكيها إلا المكافأات التي في آخر سبع سنوات هذه إن عجلها مع البقية هذا أحسن وأحوط حتى لا يكون عنده اضطراف في متى يخرج الزكاة أو سيخرجها في كل شهر فيخرج زكاة سبع سنوات التي مرت يعني السنة الأولى جزباً مر عليها سبع سنوات الثانية مر عليها ست سنوات وهكذا فعليه أن يعرف كل من مر عليه مثلا السنة الأولى يزكيها سبع سنوات الثانية ست سنوات لأنه يعلم أنها ما كذا ست سنوات الثالثة خمس سنوات وهكذا بارك الله فيكم أحسن عليكم إذا ما يزكي المبلغ كله لو قلنا أن المبلغ مئة ألف لا يزكيه سبع سنوات يعني يأخذ ثنين نصف بالمئة ويزكيه ست سنوات نعم يعني يزكي الآن المبلغ سبع سنوات هذه الأولى السنة الأولى لأنه دار عليها سبع لكن الثانية جزباً ما نزلت إلا في السنة التي بعدها صحيح وهكذا بارك الله فيكم أحسن عليكم